فقط نذكر برك لكي الإنسان يأخذ فكرة على الموضوع لا يمكن هو أنك تقرأ مؤتمر الصمام بمعزل عن مؤتمرات أخرى لا يمكن هو أنك تفهم مؤتمر الصمام بمعزل عن أحداث أخرى نحن الآن نعيشون في 2021 في الوقت هذا الأخ الكريم والإخوة الكرام كانوا يتنقلوا على البغال حاشاكم ما كانتش موجودة عندهم الانترنت صحيح كي الناس اللي هم كانوا عايشين لاوت كلاس صحيح كانوا ناس يتنقلوا في الطائرة أو يتنقلوا في الباخرة لكن نحكيك أنا على عموم الناس عموم الناس غالبيت الشعب كانوا ناس يتنقلوا على الدواب ويتنقلوا على البغال وكانت الناس ما عندهش الكهرباء ما عندهش أمور كثيرة بالتالي أنت لما تقرأ هادث لازمك تقرأه في الظرف الخاص به ما تجيليش أنت الآن في 2021 وتبدأ أنت أول في الأشياء لكن الآن هناك علوم علوم كثيرة هذه العلوم هي اللي تخليك تقرأ تقرأ المجتمع الجزائري قبل الثورة كيف أشجى الثورة تقرأ النفسية الخاصة بالمجتمع الجزائري الظروف اللي كانوا عايشينها من حيث الدراسة من حيث الماعيشة وكل هذه الأشياء لازمك أنت تدرسها تدرس الجزائر قبل ثورة التحرير الجزائر أثناء ثورة التحرير ومن بعد أنت تجيلي المؤتمر الصمام ما تروحش ليه مباشرة مثل ما راهم الناس حابين وما يفرضوا هذا الأمر الواقع للمجتمع الجزائري عبا أن رمضان هو المهندس تعالى الثورة وعبا أن رمضان هو الليدير مؤتمر الصمام من بعد أنت تروح لتأويلات واحد أخرى لازمك تقرأ أول شي الجزائر قبل الثورة تقرأ الحركة الوطنية كيفاش نشأت شوف في الكتابات انت عن الناس شوف في المداخلات في القنوات التلفزيونية قليل الإنسان اللي يتكلم عن الأمير خالد قليل قليل يجيوك مباشرة يتكلموا على مصالي الحاج وحتى مصالي الحاج مصالي الحاج لما يتعلق بالخبرة كلهم كانوا مناظلين عند حزب الشعب لما تهضر على كريم بالقاسم يقولك كان مناظل في حزب الشعب لما تهضر على ابن بلا يقولك كان مناظل في حزب الشعب أغلبهم أغلبهم اللي لم أقول كلهم كانوا مناظلين في حزب الشعب ولكن لما يتعلق الأمر بمصالي يجيو يخونوه ويجيو كذا يعني أنت واحد علمك الوطنية وعلمك كيفاش انتاث ناظل سياسيا وعلمك انتا كيفاش تفكر في الاستقلال ومبعد يتخونه حاولوا أنك تقرأ الموضوع قراءة موضوعية بالتالي هذا المؤتمر المؤتمر الصومم ما لازمش انتا تقراه بمعزل على حداث أخرى على محطات أخرى لازمك تقرأ جيم الألف انتا واحد اللي الان راه يقرأ لغة لغة معينة ما يروحش مباشرة ويقرأ في الأفعال تاحة ويقرأ مع البالي شينا والله يكتب مذكرة لابده أنه يقرأ الحروف الهيجائية ويجي جاي كيفاش يركب جملة هم بعد يروح الفوق يدير انتا دكتورة ما كانش انتا واحد راه ويخرج من كرش مو قال يالله دكتور سياسة لنفس الشي النضال نفس الشي الجهاد نفس الشي فانتا شوف الإسلام احنا دايما نجيبه أمثلة من الإسلام إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ما جاش قال هو باللي راني جبتلكم أنا الأخلاق جاء لي ليتمم مكارم الأخلاق ليتمم بمعنى أنه كان فيها أخلاق موجودة وحتى في القرآن لما الإنسان يكون يدعي يقول لك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا سبقونا بالإيمان تا لما تجي تحصر المسألة في شخص معين أو في محطة معينة ما ركش إنسان منصف ما ركش إنسان تريد الخير للمجتمع الجزائري أقرأ مؤتمر الصمام قراءة موضوعية شوف الظروف اللي نعقد فيها شوف البنود اللي جا بيها شوف الأرضية اللي جا بيها لكن في المقابل لازمك تقرأ مؤتمرات أخرى علش ما تتكلمش على مؤتمر طرابورس علش ما تتكلمش على مؤتمر القاهرة هم هذو محطتين تاريخيتين لازم الإنسان يقراهم خاصة إنه هو أنهم جاءوا بعد مؤتمر الصمام في الأحزاب أحزاب سياسية اللي الآن راهم يديروهم المؤتمرات كاش واحد را هو يحكي قال مثل المؤتمر الأول انت عجب التحرير والله مؤتمر لففاس الأول ها يجي ويتكلمع المؤتمر جديد كينا بعض الأشياء حتى دائما نقول أنا احنا مسلمين القرآن القرآن وما أدراك من القرآن ومع ذلك فيه آيات جي آيات من بعدها تنسخها هم وما نشألنا ندير في الفقه والله ولكن الناس اللي راهم قرأوا الفقه راهم يعرفوا هذه المسائل كينا آيات جات في وقتها ولكن جات فيما بعد آيات ونسختها وبالتالي الإنسان هذا اللي يجي هو مثلا يشرح والله يجي يفتي لازم يكون هو موليم هذه هذه الأشياء تعرف أنت الناسخ والمنسوخ تعرف العلوم تاع القرآن باش يجي فيما بعد أنت تفسر أشياء ما جيش أنت تتكلم لي على مؤتمر الصومام وما تعرفش مؤتمر القاهرة تتكلم لي على مؤتمر الصومام وما تعرفش مؤتمر الطرابولس تتكلم لي على مؤتمر الصومام وما تتكلم ليش عن المجموعة عن تاعة 22 ما تتكلم ليش على مصالي الحاج على الحركة الوطنية على جمعية العلماء نظال مستمر وكان هناك محطات قطار لما يكون يمشي وراها كينا محطات ويتوقف فيها ويمشي وعندوها هدف را هو رايح يوصل ليه ثوران نفس الشيء ثوران طلقت من أجل هدف معين يا هل ترى وصلنا لهدف هداك ما زال ما وصلنا لهش هدف اللي راني نحوزه عليه هو اللي راني نناثلله مؤتمر طرابولس هو محطة محطة من المحطات لكن بعد محطات واحد اخرى ما تبقاش انت جيني ثم في مؤتمر طرابولس وحبس مثل الإنسان اللي راه ماشي في قطار وجاي ثم المحطة هذيك وما كانش ولا ما ما منرحوش الهدف يا خويا القطار راه ماشي ومؤتمر طرابولس واسمه مؤتمر الصمم مشينا عليه وفتناه ورا جاي مؤتمر من بعده مؤتمر القاهرة وجاي مؤتمر من بعده مؤتمر طرابولس وراها نشأت حكومة جديدة وجات رئاسة وجات جزائر واحد اخرى راه فيها احزاب فيها نضال فيها كذا فيها كذا فيها كذا والناس ما زالها مقيلة جايين في مؤتمر الصمم مكذا بحبسين فم مع انه لو كانت راح تتقرأ مؤتمر الصمم مش هو مؤتمر الصمم خلاف زوج حويج اللي جابهم هذه المؤتمر الصمم واللي احدثوا ضجة واحدثوا فتنة احدثوا فتنة ومن بين الفتن اللي حدثوها حدثوها هنا في الحراك احدثوا فتنة فتنة بها انت في المؤتمر الصمم اراني قلت هنا في التسجيل هذا اللي درته على المؤتمر الصمم قلت باللي الفكرة مايش الفكرة اللي خاطئة وانما مناقشة الفكرة في وقت خاطئ لماذا؟ لانك انت في تلك المرحلة الناس قامت وعلنت الثورة هما لكان هما ارادوا التفاوض مع فرنسا وارادوا العمل السياسي لكان ميعلنوش الثورة لكان ميعلنوش الثورة هما صار فيه سيراء ورن نتكلمنا عليه في وقت سابق في الحزب اللي كان يقودهم الصالي الحاج والان راها شهادت موثقة بالصوت والصورة غير الانسان فقط يطالع وكذلك هناك كتب وهناك وثائق وهناك اسرار خرجت كي ان الناس الان راها ترجف من الارشيف فيه عملية اختراق والتي كلف بها هو رئيس البلدية في العاصمة جاك شوفالي ورح بحثو كان مكلف واستطاع بالاتصال بيعب بن رمضان وبن خدا وفرحة عباس وعمران كيف فيه اتصالات واستطاع هو انه يسحب المبادرة من الصالي الحاج لانه المسار الخاص اللي كان ماشي به هو حيث اراهم من الصالي الحاج اراهم داروا لمنظمة الخاصة كانوا يوجدوا الثورة كانوا يوجدوا لها كي الناس همما حبوش المسار هذك اللي كان ماشي فيه من الصالي الحاج لانهما يحوسوا على مسار واحد اخر مسار علماني مسار يمشي في الاندماج مع فرنسا ولما تشوفوا هراني وضعتها لكم في الصورة استقلال مشروط استقلال مشروط والاتفاقيات تعيفيون تحدث على هذه الاشياء فيما بعد هذا الناس هما لما خرجوا خرجوا على العباء منتاع المصالي والعباء منتاع المركزيين هذو وخرجوا هما واحدثوا المفاجأة ولكن فيما بعد ابقات هذه العملية الاختراق رهام الزلها موجودة الى تاريخ اليوم ولعلكم شفتوا في وقت من الأوقات مع بودفليقة والواقع اللي الان ره عيشته الجزائر إذن هذا الناس في وقت من الأوقات قبل ما هما يفجروا الثورة مجاوة على محطات وكانت فرنسا ترقب في هذه الأشياء واستطاعت هي أن تستميل بعض الأعضاء تسحب المبادرة من مصالي الحاج فيما بعد لما اتفجرت الثورة اغتالوا القيادات اغتالوهم ومن بينهم مصطفى بن بول عيد اغتيل وكين عملاء اللي هما سربوا له هذك المذيع هذك سربوه قتلوه لماذا بش يتحكموا في المسار تاع الثورة ودخلوا فيما بعد دخلوا الناس في المؤتمر تاع الصمام هذي حقائق ودخلوا فيما بعد للقيادة بعد ما داروا هذك المجلس الوطني الفورة ولجنة التنسيق هذيك والتنفيذ وانك تشوف انت الناس كانوا موجودين مثل ما كنت نقول لكم انا في هذه اللجنة المركزية وما كانوش هما مع المجموعة اتنين وعشرين ولا مجموعة الستة وفيما بعد صارو هما في المؤتمر تاع الصمام لذلك جاء فيما بعد مؤتمر القاهرة وعليش قتلوا عبان رمضان لماذا قتلوا ارى هكي نتسجيلات بالصوتي والصورة وين انو يتكلم فرحات عباس يقول باللي جوله وطلبوا منو على جلباش هو يلتقي بسلوطة الفرنسية كيف من جيه رقم سمعتوهم وكذلك فيما بعد يتكلمون كاللخ ضربور قعا و لما كانوا يتكلم رحوا وشوفوا وش يحكي على مصالي الهاج شوفوا وش يحكي على مصالي الهاج انا على بلي بالحقائق بمؤلمة لكن نقولها شوفوا وش يتكلم على مصالي الهاج يتكلم عليه ويخون ويقلب حركي بينما مصالي الهاج كان يناضل قبل اندلاع تعثور التحرير هو وين كان كان مع فرنسا مع الجيش الفرنسي كان يدير السيرفيس ميليتير مع فرنسا تخل في الستو وخمسين وكانوا يتفاخروا بقتل المصاليين تفاخروا بهم رغم أنهم هما اللي خذوا المبادرة كان حزب قائم وكانوا هما يناضلوا يعني الآن الآن راني نشوف فيه أشياء قدام عيننا نشوف فيها قال هذو رهم ناس مناضلين كانوا في الحراك بمجرد هو أنه يدير شعار والله تديه للشرطة بمجرد تكلم إليه يقلبوك يقلبوك أنت عميل ويقلبوك أنت خائن ويقلبوك أنت كذا هذو كانوا مع فرنسا كانوا في السيرفيس ميليتير مع فرنسا والثورة انطلقت وجود تكلموك على مصالي خائن ومصالي حركي ومصالي كذا ومصالي كذا بينما في الأصل هم اللي حركها كيفش أنت من جهة هذا فقط أنت لي أنه مصالي الحاج لم يمشيش معهم كان هو الزعيم هذه حقائق تاريخية كان هو الزعيم لم يمشيش معهم قال هذا هو تخلف على الثورة تخلف على الثورة وانت كنت في الجيش الفرنسي وجي انت تخو الناس وما يتكلموش على ناس ما يتكلموش على ناس باللي رأيهم كانوا في الجيش الفرنسي ما يتكلموش عنهم نهائيا بيجي بدوهاش لماذا باش ينصعوا في التاريخ انتهم وفي المقابل يسودوا في تاريخ الآخرين أن الأوان هو أن الناس تعرف هذه الحقائق الأوان هو أن الناس تنظر للمستقبل ما نبقوش نشتر في سراعات وحتى في هذا الحراك اللي يراه كان دائر كانوا يريدون التحكم في مسار الحراك ورانا تحدثنا عليها في وقتها أرادوا التحكم في مسار الثورة خرجت على يديهم وأرادوا التحكم في مسار الحراك وخرجت على يديهم هذه هي الحقائق كله حبين هما يحكم السلطة وفيما بعد يوجهوا الشعب للوجه اللي رهم حبينها الناس دخلوا في الوقت كما كنتم قلكم أنا بعد من دلعت الثورة أرادوا التحكم في مسار الثورة وبدأوا ومشوا في واحد الإطار وداروا فرحة عباس رئيس حكومة ويوسف بن خضاء رئيس حكومة وكانت هناك سراعات بيناتهم تخيلوا أنتم هذا أحمد بن بله ديرينه نايم أحمد بن بله ديرينه نايم ويتكلم في حقائق تاريخية ممش قابلينها وهم بعد يجي يقول لك واحد أو داروا إنقلاب على الحكومة المؤقتة ما يحكيك شعال اتفاقيات إيفيو على وش التفقو على حل تعلجيش الحدود ما يدرش عليها وشي يقولو يقولو بلجيش الحدود هذا لزوتين وكانوا في الحدود ثم يلعبوا في الديمينو أي هذا الناس اللي رأهم كانوا يلعبوا في الديمينو ثم جاءوا هما حكموا الحكم واحد فيهم كل مقرطاص واحد فيهم دير معركة علاه لأنه هما أفسدوا المشروع هذاك لهم حبوا يطبقوه حبوا يطبقوه خونوا مصالي الحاج خونوا الأمير عبدالقادر خونوا بن باديس خونوا جمعية العلماء خونوا عديد من المجاهدين وأرادوا هما يتحكموا في المسار تعالي الثورة من بعد فلت من يديهم وحتى وصلوا عودوا أرجعوا برك للتسجيلات رأيها ما زالها موجودة حتى المقابلة منتع الجزائر تأكورة القدم بين مصر والجزائر دخلتها السساري منتع المصاروة وكذا انتقام لماذا؟ من وقت جمع عبد الناصر وما زال هالأمور تمشي إلى تاريخ اليوم انتع هذه عروبي وكذا ما زالهم وبعثي ما زال هالأمور ما زالها إلى تاريخ اليوم لذلك المهم هذا المؤتمر تعالي الصمام هو راه محطة فقط من المحطات كانت فيه أشياء إيجابية ومن بينها قال مثلا تقسيم الولايات ومن بينها قال مثلا الرتب هذيك اللي داروها كان بعض الأشياء لكن فيه أشياء اللي هي أحدثت فتنة وكان يعني عبد الرمضان هو قتله قتله بسببها قضية هذه كانت أولوية سياسية على العسكري وأولوية الداخل على الخارج ومن يشار اللي ندير في الدراس تاريخ والله ذيك مهم نحاول نشارك معنا بعض الإخوة شوف ترجمة نانسي قنقر